نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون نقاشياً بعنوان التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني نقش الصالون عدداً من المحاور أبرزها دور الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة في تخريج طالب مدرب ومؤهل لمواكبة سوق العمل وآلية ربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني بالتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات والاحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر وآليات التوعية بأهمية التحول نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة التعليم الجامعي طبعاً فيه خطوات حقيصة كتيرة جداً وملموسة سواء في الدراسات العلمية الفنية التكنولوجية التعليم الفني احنا شايفين ان فيه خطوات كويسة جداً لكن هل احنا وصلنا للمأمول؟ لا طبعاً عندنا لسه شوية لكن على الأقل ابتدينا فكرة ان إنشاء الجامعات التكنولوجية دلوقتي عندنا أكدر من ست جامعات تكنولوجية دي فكرة متقدمة جداً فكرة الاهتمام بالتعليم السنوي الفني علشان يقدروا يلتحقوا بالكليات التكنولوجية دي ده شيء مهم جداً الدولة دلوقتي اتجاهت اتجاه كبير نحية التعليم الفني والتكنولوجي ويمكن ده اتجاه ده اتجاه في معاده زي ما بنقول كده لأن احنا عالمياً ودولياً الاتجاه بقى دلوقتي كده الدراسات الأكاديمية مع جام كامل احترامي موجودة وطبعاً لنرش نستغنى عنها ولكن احنا محتاجين نربط ما بين سوق العمل وما بين المنتج اللي هو الطالب الخريج يعايزين الطلبة وعايزين الناس الخارجة دي كلها تلاقي لها مكان في سوق العمل عمر ده ما هيتحقق إلا بمنمط تعليمي مختلف الطالب المصري لازم ان احنا نديله حزم التدريب مناسبة لسوق العمل يمكن كان عندنا أجيال سبق قبل كده بطرق التعليم التقليدية في الجامعات الحكومية بكل ما كان بتعانيه من طبعاً تكدس وكليات ذات كسافة وقعدات كبيرة جداً جداً للأسف ما كانش بيقدر الطالب ياخد التدريب الكافي ياخد المساحة الكافية ليه علشان يتعلم بشكل تطبيقي احنا كنا محتاجين تطوير كامل سواء كان تعليم صحة طرق بنية تحتية مشات كل شيء فاحنا بنشكر القادة السياسية فعلاً انها مهتمة بجميع النواح دي فآن واحد واهتموا بالتعليم بشكل كبير جداً وخاصة الفني في الفترة السابقة على سبيل المثال احنا في 2014 التعليم الفني كان بيحتل من وسط 138 دولة احنا كنا بنحتل المركز 113 فحالياً الدولة المصرية من أول 70 دولة من 138 دولة دول فده دي خطوات لازم عشان نعرف احنا وقفين على اي سلمة في درجة التقدم لازم تحدث مقارنات ترجمة نانسي قنقر